مرحباً الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم طالبات التعليم الفني في حلقة من حلقات برامج التعليم الفني حلقة النهاردة للصف الأول، تخصص تجهيز طباعة واسباعة وتجهيز منسوجات هنتكلم على أول درس لينا في الترمي الثاني في مادة العمليات هنتكلم الترمي الثاني في مادة العمليات على عمليات التحضيرية للأقمشة قطنية وما يسبق العمليات دهياً وإيه هي الحاجات اللي أنا بستخدمها سبق وإحنا تكلمنا قبل كده وقلنا أنه عندي بعمل كذا عملية على الأقمشة إيه هي العمليات اللي بعملها على الأقمشة؟ بعمل أول حاجة عملية فحص القماش بعد ما يجيلي القماش من عملية النسيق أنا مصانع النسيق بدخله على مكان الفحص بعمل عملية فحص للأقمشة بعمل عملية فحص للأقمشة عشان أحصي العيوب الموجودة عليها وأعرف القماش ده هواً إيه هي العيوب بتاعتي وبتجي إن أنا أتلافي العيوب دهياً لو فيه تصديح لها أو فيه أو الأقمش ده هواً هيخش لي درجة تانية أشوف العيوب دهياً عيوب بسيطة والعيوب جسيمة وبعد كده بدخله على عمليات التحضيرية يبقى أول ما يخشي للأقمش بيجي للأقمش بيجي لي يخش أول حاجة عندي على وحدة فحص الأقمش على وحدة فحص الأقمش يبقى أول عملية عندي هي عملية فحص الأقمش الغرب منها هو إيه؟ أول عملية عملية فحص الأقمش الغرب منها هو إحصاء العيوب الموجودة بالأقمش بعد عملية النسيج وطلع العيوب بتاعتي يبقى الغرب منها وتحديد الأخطاء والعيوب الموجودة بالأقمش قبل إجراء العملية التحضيرية الأولية عليها أنا قماش جايلي من النسيج أنا ببتدي إن أنا أحصي العيوب بتاعتي وأشوف العيوب بتاعتي هل هي عيوب بسيطة سهل إن أنا أتلافيها أو أعالجها ولا عيوب جسيمة ما ينفعش إن أنا أصرف عليها تجهيزات بحيث إن هي كده كده هي طالعة قماش مع عيوب ما لوش استخدام يبقى أول عملية أو أول حاجة في عندي في المصانع بتاعتي أول حاجة عندي مكينات أو وحدة فحص الأقمشة وحدة فحص الأقمشة عشان أحدد العيوب والأخطاء الموجودة بالقماش اللي بجيلي من عملية النسي استعداداً لعمليات التحضيرية طيب أنا حددت العيوب بتاعتي وعرفت إن أقمش بتاعي ده سليم 100% بدخله أعمل عليه كامل للعمليات التحضيرية إن أقمش بتاعي هيطلع درجة تانية بعمله بعض العمليات التحضيرية بحيث إن هو برضو أرفع من ساعة روشوية تمام؟ يبقى نخش بعد كده على العمليات التحضيرية إيه هي؟ إيه هي بقى العمليات التحضيرية اللي بعملها بعد ما بعمل فحص الأقمش بعمل أول حاجة إزالة الوبر الموجودة إزالة الوبرة دي بتتم الطريقتين يأما بحل الوبرة أو بحر الوبرة بحر الوبرة أو بحل الوبرة حل يعني قص الوبرة الموجودة على سطح الأقمش ودي بتستخدم فيها مكينات حليق الوبرة ماشي الغرب منها هو قص الوبرة وتساوي الوبرة موجودة على سطح الأقمش القمش بيبقى فيه موجودة عليه بعض الوبرة ماشي على السطح بتاعه ونتيجة الاحتكاج أثناء عملية النسيج ماشي بتطلع وابرة على الخيوط دهية وبتتالي بتوقع فيه وابرة على سطح القماش لما بخش على العملية التحضيرية أو أخلي القماش بتاعي يمتص يأغمره في السوائل هلاقي الأماكن اللي فيها وابرة كتير بتمتص كمية سوائل كتيرة الأماكن اللي فيها وابرة قليلة بتمتص سوائل بنسبة أقل شوية بالتالي لما باجي أعمل عملية صباغة أو أعمل أي عملية بيبقى فيها عدم تجانس عشان خاطب كده لازم أعمل عملية إزالة الوابرة بأحدى الطريقتين يأمى عن طريق حل الوابرة أن أنا بساوي الوابرة الموجودة على سطح القماش ده طبعا لو أنا عايزة القماش بتاعي يبقى فيه وابرة زي قماش الكسطور زي العطيفة أي الوبريات عموما بستخدم مكينة حل الوابرة طيب أنا عايزة أتخلص من الوابرة خالص بعايزة قماش لينوت رجال عايزة قماش فسكوز عادي أي نوع من أنواع القماش من غير وابرة خالي خالي من الوابرة بعمل عمية حل الوابرة يبقى العملية بعد كده هيسمها عملية حل الوابرة قبل ما بعمل عمية حل الوابرة بعمل عمية توصيل الأسواب ليه بقى توصيل الأسواب؟ أنا القماش بأجيلي بطول معين الغرض منه أنا بعمل بروح جايبة أطراف الأسواب مع بعضها أطراف الأسواب هيا آدي الطوب الأولاني ودي الطوب الثاني وأعمل عمية خياطة بحيث أن أنا أحصل على طول كمية من القماش طولها بالكمية اللي أنا عايزاها طولها بالكمية اللي أنا عايزاها بعمل توصيل الأسواب آخر طرف الطوب الأولاني مع أول طرف الطوب الثاني وتتقرر العملية بتاعتي ليه؟ عشان أحصل على قماش مقتصر يسمح لي بإجراء العمليات عليه عشان أحصل على أماش متصل يسمح لي بإجراء العمليات عليه يبقى قبل ما أعمل أي حاجة أعمل عملية توصيل الأسواب عشان خاطر يوصل الأماش بتاعي يبقى معي أماش متصل ما تتوقفش العملية لطول الأماش خبص يبقى الغرض من توصيل الأسواب هو الحصول على أماش متصل يسمح طوله بإجراء العمليات التالية بدون توقف بعد كده بعمل عملية حر الوبرة او ازالة الوبرة بعمل حل الوبرة او ازالة الوبرة عندي طريقتين يا اما حل الوبرة او حل الوبرة عملية حل الوبرة هو الغرض منها هو التخلص من الفتل الزائدة على الاماش وقص الوبرة الموجودة على سطح الاماش يعني بخلي الوبرة بتعتي كلها متساوية عشان لما اجي اغمر وقمشة في السوائل تمتص السوائل بانتظام تمتص السوائل بانتظام يبقى في عندي انتظامية في امتصاص السوائل وبالتالي اما اجي اعمل اي عملية سواء بقى عملية ازالة بوش عملية غلية عملية السباغة تبقى العملية بتاعتي متجنسة بتظهر اكتر في الطبيب وتظهر اكتر في التحرير وفي عملية السباغة ان انا السباغة بتاعتي متجنسة ميبقاش فيها عملية طلطيش طيب دي حل الوبرة عملية حل الوبرة عملية حل الوبرة بتتم عندي تلات أنواع من الماكينات حرق الوبرة الغرب منها هو التخلص من الوبرة نهائياً الموجودة على سطح القماشة أنا بتخلص من الوبرة الموجودة كلها على سطح القماشة ببقاش فيه ولا شعرية وبرة خالص ولا وبرة خالص ولا جزء حتى ملي ماشي بقى أقمشة غير وبرية أقمشة غير وبرية طيب بتتم ازاي ده هي بتتم عندي عن طريق تلات ماكينات يا إما مكينة حرق الوبرة بالأسطح الساخنة يا إما حرق الوبرة بالاستغانات الساخنة يا إما حرق الوبرة باستخدام اللهب المباشر أو مكينة الجيب ويا إما بحرق وبرية القماش من الوش ومن الظهر أو من الوش فقط أو من الظهر فقط على حسب الاستخدام اللي هستخدم بيه الأقمشة بتاعته اللي هستخدم فيه يبقى حرق الوبرة بيتم عن طريق تلات ماكينات يا إما بالأسطح الساخنة المقوصة الساخنة ياما بالاستوانات المتحركة ياما باستخدام مكينة الجيب أو مكينة اللهب المباشر يبقى الغرب من حر الوبرة هو التخلص نهائيا من الوبرة الموجودة على سطح الأقمشة المكينات المستخدمة مكينة حر الوبرة ذات الألواح النحاسية السبتة ومكينة حر الوبرة ذات اللهب المباشر ومكينة حر الوبرة ذات الاستوانات المتحركة طبعا احنا درسنا المكينات دي كلها في الآلات في الترمي الأولاني وعارفين طريقة تشغيل المكنة ايه وايه هي الشروط المفروض ان انا اراعيها اهم حاجة عندي وانا بعمل عمية تحرق الوبرة اني لازم طالما بعمل عمية تحرق لازم يكون عندي رشاشات مية بحيث ان انا لو في اي شعلة او اي حاجة ما يحساق دقش انه يحرق لي الوما يشتاق ان طبعا درجة حرارة مرتفعة ممكن الوما يحصل له حريق او نتيجة رفع درجة الحرارة ونتيجة الوبرة بتاعتي بتتحرق فعشان خاطر كده لازم يكون عندي حوض غمر او رشاشات مية بعد حر الوبرة عشان خاطر تدفي الشرارة الموجودة على سطح الاقمشة ماشي عندي العملية اللي بعد كده عملية ازالة مواد البوش انا دخلت القماش بتاعي عملت له عملية حر الوبرة بقى القماش بتاعي جاهز ان انا اعمل عليه العمليات التالية اهم عملية عندي هي مكينة عمليات ازالة مواد البوش طب ايه هي مواد البوش قبل ما نتكلم مواد البوش دي او نعرفها هو التخلص من مواد التقوية الصناعية الموجودة بخيوط الصداء لكي تتحمل الاحتكاك الواقع عليها اثناء عملية النسيج ايه معنى الكلام ده انا القماش بتاعي في عملية النسيج او في مصانع النسيج عندي خيوط صداء بالطول وعندي خيوط لحمة بالعرض خيوط صداء بالطول وخيوط لحمة بالعرض خيوط الصداء دهيا لازم لان بقى فيها احتكاك مبين اللحمات ما بتيجي تمشي عليها بقى فيه احتكاك مبين اللحمة والصداء عشان خاطر كده انا بخلي اعمل عملية تقوية يا اما باستخدام مواد نشوية مواد صامغية ايción كان اسمها مواد تقوية صناعية اسمها مواد تقوية صناعية بتقوي فتر الصداء عشان تتحمل الاحتكاك اللي واقع عليها من اللحمات اثناء عملية النسيج يبقى مواد تقوية صناعية ده هي بتستخدم ماشية لتقوية خيوط الصداء في عملية النسيج في عملية النسيج طيب أنا حتى بقى سامغة حتى شمع حتى مواد نشوية حتى أي حاجة أتخلص من الحاجات دي إزاي الحاجة ده هي أنه هتعمل لي أعاقة أما أجي أعمل عمليات التحضيرية أجي أعمل عمليات غلي أعمل عمليات سباغة مش هيمتص السوائل عشان خاطر يمتص السوائل لازم أعمل عملية تخلص من مواد دهية بعد من قماش تدعلي خلاص من عمليات النسيق وجالي قماش من عمليات النسيق وعملت عمليات الفحص وحلق الوبرة أدخله على ماكينات أو عملية إزالة مواد البوش الغرب من إزالة مواد البوش إحنا قلنا هو التخلص من مواد التقوية الصناعية الموجودة بخيوط الصداء لكي تتحمل احتكاك الواقع عليها أثناء عامية النسيق طب بتتم إزاي التخلص مواد النشوية دهيا عندي ثلاث طرق يقامها بالتحلل الحامدي أو التحلل بالقلويات قلويات أو مواد الأكسيد أو بالإنزيمات أو تلهية طريقة بيولوجية يبقى نقول هنا هو التخلص من مواد النشوية يأما بالطريقة الكيميائية أو طبيعية أو بيولوجية الكيميائية دهيا يأما تحلل حامدي أو تحلل قلوي بمواد الأكسيدة الطريقة الطبيعية دهيا حاجة بسيطة خالص إن أنا بجيب المواد الخامة بتاعتي أو الأمكمشة بتاعتي بغمرها في مياه سخنة بيحدث انتفاخ للمواد النشوية وبالتالي بيحصل لها انفجار والدوف تتحول إلى صورة سهل الزواج في المياه والدوف في المياه طريقة دهيا بتستخدم بنوع واحد بس أنا عندي لو قسمت مواد البوش هقسمها لنوعين مواد سهلة الزواج في المياه مواد نشوية سهلة أو مواد التقوية سهلة الزواج في المياه دي بيستخدم لها طريقة طبيعية ومواد تقوية غير قابلة للزواج في المياه لازم أعمل لها عملية معالجة عشان خاطر أعمل لها عملية تتحول إلى صورة سهلة الزواج في المياه يبقى أنا عندي نوعين من مواد التقوية عندي أول نوع مواد التقوية قابلة للزواج في المياه دي بيستخدمها لها إزاي الطريقة الطبيعية إن أنا بجيب القماش بتاعي بغمره في مياه سخنة برفع دارة الحرارة بتحصل انتفاخ للمواد النشوية ده وتبتدي إنها تنفجر وتدوب في المياه يبقى أنا كده اتخلصت منها أعمل عمية غسيل متخرر يبقى كده أنا اتخلصت منها دي الطريقة الطبيعية ده لنسبة للمواد السهلة الزواج في المياه طب لو أنا عندي مواد غير قابلة للزواج في المياه بعمل إيه لازم أستخدم لها أحد الطرق الكيميائية أو البيولوجية بحيث إن هي تتحول للصورة القابلة للزواج في المياه لما تتحول للصورة القابلة للزواج في المياه بخسلها برفع درجة حرارة المية بخسلها في مية ببتدي ان انا ارفع درجة حرارة المية واحط بعض المواد المساعدة او بعض الاحماض على حسب انا بعمل عمية المعالجة في وسط قلو او وسط حاميدي وابتدي ان انا اضبط درجة البي اتش بتاعتي واعمل عمية غسيل وبتدوب على طول في المية تمام يبقى احنا كده عندنا كم طريقة عندنا ثلاث طرق باستخدام مواد كيميائية باستخدام الانزيمات دي بتستخدم للايه بتستخدم للمواد غير قابلة مواد النشوية الغير قابلة الزوان في المية طب المواد النشوية قابلة الزوان في المية او مواد تقوية صناعية قابلة الزوان في المية باستخدم لها ايه باستخدم لها الطريقة الطبعية الطريقة الطبعية دي بقى بتتكلم بتقول ايه غمر القماش في المية دافية لمدة 24 ساعة لمدة 24 ساعة عند درجة حرارة 40 درجة مقوية يعني مية دافية وبعدين اعمل عمية غسيل متكرر عند الغلايا ويفضل اضافة كربونات السوديوم يجي لي سؤال يقول ليه بحط كربونات السوديوم لانها بتزود من سرعة دوابان مواد البوش بتزود من سرعة دوابان مواد البوش يبقى طريقة طبيعية مرة تانية بغمر القماش في مية دافية لمدة 24 ساعة بيحصل انتفاخ للمواد النشوية ده هي وتنفجر وتبتدي من هي الدوب في المية وبعد كده بعمل عماية غسيل متكرر عند الغليان وهو يحط كربونات السوديوم ليه علل يجب اضافة كربونات السوديوم عند اجراء عملية الغسيل في عملية فيه بالطريقة الطبعية لانها بتزيد من سرعة دوابان المواد البوش تانية عندي طريقة عندي الطريقة الكيميائية او اللي هي بتنقسم لحكتين يأما تحلل بالاحماض او تحلل بالقلويات والمواد المؤكسدة يبقى انا عندي الطريقة تانية الطبعية دي بتستخدم قولنا ايه لمواد النشوية القابلة لزوان في المية طبع مواد غير قابلة لزوان في المية باستخدم ايه باستخدم الطرق الكيميائية او الطرق بيروجية طب الطرق الكيميائية بعمل تحلل بالحامض بغمر في محلول في حامض كابريتيك بتركيز 1% او التحلل بالقلويات والمواد مؤكسدة بغمر في محلول في مادة مؤكسدة ومعها السودة القوية بتركيز 2% طيب نمسك طريقة طريقة التحلل بالاحماض اول حاجة بعمل ايه بعمر القماش في محلول بيحتوي عالي واحد ونص спортلاتة جرام على اللتر حامد كابريتيك خلقك كيز مع بعض يا ок 70 أنا بستخدم هنا بستخدم حامد الكابريتيك ماشي بستخدم حامد الكابريتيك وإحنا عارفين خواص حامد الكابريتيك له تأثير ضرب الخامات القطنية له تأثير ضرب الخامات القطنية ممكن يعمل تلف الأقمشة القطنية عشان خطف كده فيه بعض الشروط لازم أرعيها فيه بعض الشروط لازم أرعيها يبقى انا باجيب القماش بتاعي باغمره في حامض الكابلاتير عند درجة حرارة الغرفة بتركيز من 1-3 جرام على الليت واخزن القماش لمدة 24 ساعة خزنت القماش بتاعي لمدة 24 ساعة اللي بيحصل عندي ماشي بتتحول المواد النشوية الغير قابلة الزوان في المية إلى مواد سهلة الزوان في المية بتحولت إلى مواد سهلة الزوان في المية اعمل ايه؟ اروح اعمل اجيب عندي القماش بتاعي واحطه في مية مغلية ارفع درجة الحرارة وحط السودا كوية او كربونات سوديوم عشان خاطر اعمل ازود من زوابان المواد النشوية بتاعتي دي في المية يبقى نتكلم على الطريقة بقى هتبص مع بعض غمر الاقمشة في محلول يحتوي على 1.5-3 جرام على الليتر حامض الكابلاتير عند درجة حرارة الغرفة ويخزن لمدة 4-6 ساعات اثناء التخزين بيتحول النشا الى الفا جلوكوز وهو لها القدرة على الزوابان في المية لها القدرة على الزوابان في المية لازم بقى اراعي حاجة مهمة جدا اثناء التخزين بتاع الاقمشة بتاعتي الفترة دهيا اراعي ان القماش بتاعي ما يحصلوش عملية جفاف ويكون كل القماش بالكامل مغمور في المحلول كل القماش بالكامل مغمور في المحلول ليه؟ القماش بتاعي لو مش مغمور في المحلول بيتعرض للهواء الجوي وبالتالي بيبتدي ان هو تركيز الحامض بتاعي يزيد وده يقصر على متانة الخامض يجي لي سؤال يقول لي علل يجب الحفاظ على عدم جفاف الاقمشة اثناء التحلل القلوي الحامضي اثناء التحلل الحامض عندي ان انا عندي القماش بتاعي لو حصل له جفاف بيحصل ارتفاع في تركيز الحامض ولو حصل ارتفاع في تركيز الحامض ايه اللي بيحصل؟ احنا خدنا طبعا في الترمي الاولاني ان الاحماض القوية المعدنية قوية حامض الكابيتيك ده من الاحماض المعدنية قوية وبالتركيز بتاعه العالي بيؤثر أو بيطلي في الخامات القطنية بيطلي في الخامات القطنية يعني بيرتفع التركيز الحامد وبالتالي بيؤثر على متانة الخامة عشان خاطر كده اللي لازم يجب عدم جفاف الأخمشة أثناء عملية التحلل الحامدي طيب برضو حاجة مهمة على اللي لا يفضل استخدام التحلل الحامدي للأنزيم للمواد البوش في الصناعة برضو هنقول نفس الكلامة كده هو السؤال اتغير معناه اتغير اسلوبه لكن هو نفس الإجابة نفس الإجابة لأن أثناء التخزين من الممكن حدوث جفاف للأخمشة وبالتالي يرتفع تركيز الحامد وهذا يؤثر على متانة الخامات القطنية أو على قوة شد المتال الألياف القطنية تاني طريقة عندي التحلل بمواد المؤكسدة أو باستخدام القلويات مواد المؤكسدة والقلويات مع بعض عندي طريقتين أول طريقة عندي باستخدام بروميت السوديوم باستخدام مادة بروميت السوديوم بغم الرقماش في محلول بيحتوي على بروميت السوديوم عند أسرة هيدروجيني 10 أصبت دارة الأسرة الهيدروجيني 10 يعني وسط قلوي متوسط وخزن لمدة 24 ساعة أثناء التخزين اللي بيحصل بتحول المواد النشوية بتاعتي الغير قابلة لزوان في الماء إلى مواد سهلة الزوان في الماء إلى مواد سهلة الزوان في الماء الطريقة الثانية عندي التحلل باستخدام كولورات السوديوم كولورات السوديوم ده هيا بغمر القماش في محلول بيحتوي على 1 إلى 1.5 جرام على الليتر كولورات السوديوم عند درجة قصة هيدروجيني 10 يعني قصة هيدروجيني إيه أولاد قصة هيدروجيني قلوي متواصل وخزن لمدة 3 إلى 4 ساعات عند درجة حرارة من 35 إلى 40 درجة مقوية أثناء التخزين بتحول النشا إلى مواد لها قدرة على الزوبان في المياه طب أتخلص منها بقى كده بقى سهلة الزوبان في المياه أتخلص منها كده اللي بيحصل بالطريقة الطبيعية إن أنا بجيبها بحمرها في المياه دافية وأغليها شوية وبعد كده أبتدي أعمل أحط معها كالبونات السوديوم عشان تزيد من زوبان النشا في المياه يبقى كده تكلمنا على التحلل الحامدي والتحلل القلوي دي الطرق الكيميائية طيب إحنا قلت في حاجة اسمها الطرق البيولوجية البيولوجية دي يعني باستخدام حاجات من الطبيعة بإستخدام الإنزيمات الطرق البيولوجية دي باستخدام الإنزيمات الإنزيمات ده أول حاجة نعرفها هي عبارة عن إيه عبارة عن إفرازات الكائنات العضوية من أصل حيواني أو نباتي مثل البكتيريا أو العفن أو الخمائر زي البكتيريا أو العفن أو الخمائر يعني حاجات من الطبيعة حاجات من الطبيعة الإنزيمات ده هي نسعرها عالي جدا لكل نوع إنزيم أو لكل عملية أنا بستخدم لها الإنزيم المناسب لها الإنزيم المناسب لها الإنزيم أو الخمائر دهين لها درجة نشاط يعني إيه لها درجة قصر هيدروجيني لازم أشتغل بها لها درجة حرارة بشتغل بها قلت درجة الأسر هيدروجيني أو زادت درجة الحرارة قلت أو زادت الإنزيم بتاعي بيطل مفعوله بيطل مفعوله ما بيشتغلش زي الخميرة البيرة كده هو إحنا ما بنيجي عشان نعمل أي شغل في خميرة بيرة بجيبها بحط بقى بنتدي ان انا ادوبها بشوية سكر عشان الوسط بتاعها وبعد كده اروح حط عليها شوية مية دافية وادفي المكان بحيث ان احصل لها عمية اختمار طب انا لو رفعت درجة الحرارة احطت لها مية ساعة وحطتها في التلاجة مش هتشتغل بيحصل حاجة اصنع تصبيت لنشاط الانزيم تصبيت لنشاط الانزيم تصبيت لنشاط كلمة تصبيت دي معناها ايه؟ يعني الانزيم بتاعي بيبطل مفعوله بيبطل مفعوله يبقى الطرق البيولوجية باستخدام الانزيمات نعرف الانزيمات مرة تانية هي عبارة عن افرازات الكائنات العضوية والدقيقة من اصل حيواني او نباتي مثل البكتيريا او العفن او الخمير طيب عندي كم طريقة بقى؟ عندي ثلاث طرق او عندي ثلاث انزيمات اول طريقة عندي ازالة مواد البوش باستخدام انزيم الدياستس انزيم الدياستس اول حاجة بغمر قماش في محلول بيحتوي على واحد في المية انزيم ممكن واحد ممكن اتنين ممكن تلاتة تركيز الانزيم ده بيتوقف عليه الزمن بيتور تركيز الانزيم ده بيتوقف عليه الزمن يعني انا لو انا هشتغل العملية كلها في اربع ساعات لو زودت الانزيم ممكن يقل الزمن بتاعي يعني زيادة التركيز ده هي اقل حاجة احطها واحد في المية ممكن احط اتنين في المية تلاتة في المية على حسب ده هيقلل معي الزمن بتاع العملية الزمن بتاع العملية يبقى بغمر القماش محلول بيحتوي على انزيم الدياستس بتركيز واحد في المية عند درجة حرارة من ستين لخمسة وستين درجة مقوية من ستين لخمسة وستين درجة مقوية وسط حميدي متوسط الى ضعيف باستخدام ايه؟ باستخدام حميدي الخليك يبقى عرفنا كده انزيم الدياستس بيشتغل في وسط حميدي ضعيف متوسط لضعيف باستخدام حميدي الخليك وباستخدام درجة حرارة من ستين لخمسة وستين درجة مقوية لو زادت درجة الحرارة على درجة ده هي نشاط الانزيم بتاعي بيبطل اعصر القماش بنسبة ستين في المية وبعد كده اركن القماش اخذينه مدة أربعة لاربعة وعشرين ساعة في احواض مبطنة باسرامي في احواض مبطنة باسرامي احنا اخذنا في الالات مكانة فيها ثلاث احواض مدرجة دي بتستخدم لعملات الاحواض ده هي نقسمها احواض التخمير انه بيتعصر القماش بتبقى موجودة عندي القماش بتاعي متخزن جوه الاحواض ده هي من السراميق المبطنة بالسراميق لغاية ما خلص العمل الزمن بتاعي بيحصل ايه ان الانزيم بتاعي بيبتدي انه هو يتعامل مع المواد النشوية ويحولها من الصورة الغير قابلة الزوان في المية الى صورة لسهلة الزوان في المية طب بتحول للصورة لسهلة الزوان في المية بتخلص منها ازاي؟ بتخلص منها بالطريقة الطبيعية ان انا بجيب القماش بتاعي واروح اغمراف محلول في مية ده مية واغلي واغلي المية كويس واعمل عمية غسيل متكر وحط سبون عشان خطة انا باغلي المية ليه؟ عشان لو فيه باقي انزيم يموت لو فيه عندي اتخلصت منه لو فيه عندي باقي مواد النشوية يبقى دابت في المية دابت في المية يبقى بتخلص بالمواد النشوية الغير قابلة لزوان في المية عن طريق الانزيمات باستدام انزيم الدياستيز ان انا بغمر القماش في محلول فيه واحد في المية انزيم الدياستيز عن درجة حرارة من ستين لخمسة وستين درجة مقوية ماشي واخزن بعد كده اعصر بنسبة ستين في المية اخزن القماش بتاعي فيه احواض مبطنة من السراميك لمدة اربعة لاربعة وعشر ساعة بيحصل هنا التفاعل او الاتباط وبتدي ان انا نتحول الانزيم بتاقل المواد النشوية الغير قابلة زوان الى مواد سهلة الزوان في المية واتخلص منها بالطريقة الطبيعية بتاعتي واعمل عميد غسيل متكرر عند الغلايا تاني طريقة عندي باستخدام انزيم اسمه انزيم الديفرين انزيم الديفرين لأ هنا بقى ايه دادني سماحية شوية قال لي انا ممكن اغمر قماش في محلول بيحتوي على 1.5 جرام على اللتر انزيم الديفرين وسط حميدي ضعيف طبعا كده كده عرفنا ان احنا بنستخدم وسط حميدي ضعيف باستخدام حميدي الخليك حميدي الخليك او حميدي الفرميك ماشي انت درجة حرارة بقى 50-65 يبقى انا عداني وساعة شوية او درجة الحرارة وساعة معايا شوية من 50-65 بيشتغل معايا ماشي يعني من دافي لغاية سخن شوية لغاية سخن شوية من 50-65 اعصر قماش بالنسبة 60% اخز القماش من 4-6 ساعات فيها بتحول مواد النشوية لغير قابلة لزوان في المية الى مواد سهلة زوان في المية واعمل عميد غسيل متكرر عند الغلية عند الغلية نبص على الانزيم اللي بعديه ده انزيم سوبر ده ما بتأثرش برفع درجة الحرارة عشان خاطر كده ويفضل استخدامه في المصانع اسمه انزيم السوبر بيوليز يبقى نتكلم على طريقة ازالة مواد بوش بانزيم السوبر بيوليز ماشي بغم القماش محلول بيحتوي على 1-5 جرام على لتر انزيم السوبر بيوليز عن درجة حرارة من 80-85 يبقى دفعنا درجة الحرارة ميزة الانزيم ده هو ان لا يتأثر برفع درجة الحرارة يقولك علل يفضل استخدام انزيم السوبر بيوليز في عملية ازالة مواد بوش هنكتب لانه لا يتأثر برفع درجة الحرارة او يتحمل درجات الحرارة العالية يتحمل درجات الحرارة العالية يعني ما بيحصلوش تصبيت ولا اي حاج وفي نفس الوقت ما بتأثرش اللي بوسط حميدي ولا بوسط قلوي يبقى عشان خاطب كده سموه السوبر بيوليز سموه السوبر السوبر لا بتأثر بدرجة حرارة وهي بتأثر بالوسط نوع الوسط بتاعي يبقى الطريقة بتاعتي بغم القماش محلول بيحتوي على 1-5 جرام على لتر انزيم السوبر بيوليز عن درجة حرارة من 80-85 درجة مقوية ويستمر للمد 60 دقيقة وبعد كده اعمل عملية غسيل متكرر انا اللي قلت اصبت درجة حرارة قصة هيدروجيني ولا حاجة لانه ما بتأثرش بالقصة الهيدروجيني ولا بتأثر برفع درجة الحرارة ده من الحاجات المهمة جدا الانزيم ده من الحاجات المهمة جدا يبقى احنا كده اتكلمنا على ازالة مواد البوش وتكلمنا عرفنا ان انا عندي كم طريقة لازالة مواد البوش عندي طريقتين او 3 طرق الطريقة الطبيعية بتستخدم للمواد البوش القابلة للزوان في المية وعندي طريقة كيميائية وطريقة بيولوجية بتستخدم مواد البوش الغير قابلة للزوان في المية بيعملوا ايه لاتنين دولة بيحولوا مواد النشوية لغير قابلة للزوان في المية الى مواد سهلة الزوان في المية خلاص بقى سهلة الزوان في المية يبقى استخدم لها الطريقة الطبيعية ان انا بحطها في مية مغلية وعمل عملية غسيل متكرر عشان اتخلص منها عملت عملية ازالة مواد البوش وخلصتها خالص اجافة في القماش تماما نخش على المرحلة العملية اللي بعديها طب هو كده القماش بقى بينفع ان انا استعدامه لا ما ينفعه القماش لسه هيبقى فيه عليه بعض الالوان وبعد النقاط اللي لونه متغير مش مظبوط ماشي عشان ارفع من قيمته شوية وارفع من درجة امتصاصه للسوائل بعمل حاجة اسمها عملية الغلي بعمل حاجة اسمها عملية الغلي طب عملية الغلي دي الغرب منها ايه الغرب من عملية الغلي دي هو التخلص من الشوائب والقذرات والبكتين الموجودة بالخمات لحصول على درجة امتصاص عالية للسوائل درجة امتصاص منتظمة وعالية للسوائل القماش بيجيلي بيبقى فيه عندي بقايا بقايا قطن بزر قطن مش غير ناضج بقايا حاجات عندي شوائب عندي دهون عندي واحد الحاجات الغير ناضجة موجودة عندي عندي بقع دهنية عندي بكتين عندي شوائب عندي قذرات عندي اطربة موجودة في القماش بقايا عمل عملية الغلي دي باستخدام محلول صودة كوية عشان اتخلص من الشوائب والحاجات الموجودة في القماش اتخلصت منها يبقى القماش بتاعي بقى جيد الامتصاص لسوائل اعملت عليه اهي عملية بعد كده شلت مواد البشر النشوية وشلت كل الدهون وكل الشوائب والقذرات والبقع الموجودة بالقماش اخش بعد كده العمليات الاساسية اللي فيما بعد هنقولها يبقى الغرب من عملية الغلي هو ازالة الشوائب والبيكتين والدهون الموجودة بالخمات للحصول على درجة امتصاص لسوائل منتظمة طيب عندي باستخدم مواد كموية ايه هي مواد اللي باستخدمها باستخدم عندي كربونات السوديوم باستخدم هيدروكسيد السوديوم وهكساميتا فوسفاتات ومواد مساعدة مواد ابتلال نمسك حاجة حاجة اول حاجة هيدروكسيد السوديوم هيدروكسيد السوديوم ده من مواد مهمة جدا الاساسية هي المادة الاساسية في عمية الغلي رمزه ان او اتش عبارة عن ايه عبارة عن بلوراس هلبة بيضاء لها قدرة على التمي اسمه في الصناع صودة كوية طيب بتعمل لي ايه صودة كوية دي انا قلت انا بتخلص من الشوائب والدهون والبيكتين الموجودة بالاقمشة تمام طيب يبقى بيعمل لي ايه التفعالات الكيميائية بتتم ما بين الصودة كوية دي او هيدروكسيد السوديوم والمواد الدهنية هييدروكسيد السوديوم مواد الدهنية بتحولها الى صبون والصبون ده هو يعتبر من المنظفات او من مواد الابتلال بيساعد على ابتلال الخام يبقى انا كده اتخلصت من الدهون طيب البكتين هيدروكسيد السوديوم او صودة كوية بتت基本 مع البكتين بتحوله الى املاح سوديومية سهلة الزوان في الماء. يبقى انا اتخلصت كده من الدهون ومبكتين الموجود بالقماش. يبقى انا عندي التفاعلات الكيميائية بتتم ازاي? بتتم بحاجتين باستخدام هيدروكسيد السوديوم اول حاجة بتفعلي مع الاحماض مع الدهون وبيحولها الى صابون طيب الصابون ده باستفاد منه بايه? بيزيد من قدرة الخامة على الابتلال بيزيد من قدرة الخامة على الابتلال تاني حاجة باستخدم هيدروكسيد السوديوم برضو باستخدمه مع ايه? بتفاعل مع البيكتين وبيحوله الى املاح سوديومية سهلة الزوان في الماء. يبقى انا كده تخلصت من الشوائب والبيكتين والدهون الموجودة على الاقمشة. يبقى اول بيزة اللي عندي كلمنا عليها اول مادة عندي اللي هي هيدروكسيد السوديوم. وقلنا فايدتها ايه? تاني مادة عندي هي كربونات السوديوم عشان تديني الوسط بتاعي باستخدم هكسة 100 الفوسفاتات السوديوم عشان تزود الخامع على الابتلال وعشان خاطر تتخلص من عصر لو في عندي المية اللي انا باستخدمها فيها عصر المية تبتيني انها تخلص من املاح العصر الموجودة. باستخدم مواد مساعدة ومواد ابتلال عشان تزيد من قطرة الخامع على الابتلال تزيد من قطرة الخامع على الابتلال طب بتلمي في ايه? عندي كم طريقة بقى لعملية الغلي عندي طرق مستمرة والطرق غير مستمرة الطرق غير مستمرة الطرق غير مستمرة اللي هي مراجل أفقية ومرأسية أي حاجة يرقماش كله بيخش جواها ويروق مقفول يرقماش كله بيخش جواها ويبقى مقفول عمية الغالي دي بيدمها عن درجة حرارة 100 درجة مقوية ما تقلش عن 100 درجة مقوية ما تقلش عن 100 درجة مقوية على فكرة في الحديث دلوقتي الجديد ان احنا ممكن نعمل عمية الغالي باستخدام الانزيمات دي الاتجاهات الحديثة ان احنا بنستخدم الطرق البيولوجية في كل العمليات بحيث ان المواد الكيميائية ده هي لها تأثير سلبي على الخامة طبعا احنا بنبص كده بس للاسف تكريفتها عالية شوية يبقى نتكلم على انواع الطرق عندي احنا قلنا ايه عندي طرق كيميائية عندي طرق مستمرة وطرق غير مستمرة الطرق الغير مستمرة اللي هي مراجل الراسية ومراجل الافقية الطرق المستمرة اللي هي مكينة ماشي دي بتستخدم تحت ضغط عالي ايه العمليات اللي بتحدث اثناء عملية الغري اول حاجة تحويل مواد الدهنية الى صابون زي ما قلنا تفاعل الصدر كوية مع المواد الدهنية بتتحول لصابون تاني حاجة تحلل البكتين اللي هي بقايا بزرة القطن وزوبانها بتتحول بتتحول الى املاح سوديومية سهلة الزوان في المياه بتخلص من اطلبها وبقع الشح السابون الناتج من عملية استحلاب الدهون ده بيستخدم فيه عملية كمادة ابتلال تحويل المواد النشوية المتوقية الى صابون زوان في المياه ممكن يكون عندي فيه بعد ان المواد النشوية ما تخلصتش منها بطريقة جيدة اثناء عملية ازالة مواد البوش طب فيه شروط لازم اراعيها اثناء العملية ايه هي شروط دي اول حاجة يجب التأجد من عدم وجود فقاعات هوائية داخل المرجل ليه الماكينة بتاعتي انا بحط القماش بتاعي في طياط بحط القماش بتاعي في طياط فبيبقى فيه جيوب هوائية بيبقى فيه جيوب هوائية ايه اللي بيحصل بقى ان انا عندي لو انا عندي بعض الهوى او اكسجين الهواء الجوي ده بيخليلي الاكسجين الهواء الجوي ده بيبتدي ان هو يتفاعل مع المواد المستخدمة دهين ويؤثر على متانة الخامة يؤثر على متانة الخامة عشان خاطر كده لازم اتخلص من اكسجين الهواء الجوي تب اتخلص منه ازاي بحط مادة اسمها بي سيلفيت السوديوم بحط مادة اسمها بي سيلفيت السوديوم دي من ضمن المواد المساعدة تب انا بحط المواد المساعدة دي ليه اكيد لها فايدة بحط بي سيلفيت السوديوم يجي لي سؤال يقول لي علل لما يأتي يجب اضافة بي سيلفيت السوديوم او مادة مختزرة عند اجراء عملية الغالي للاقمشة القطنية ليه لأن المادة المختزرة دي تتفاعل مع أكسجين الهواء الجوي الموجود داخل المكينة حتى لا تؤثر على متانة الخام حتى لا تؤثر على متانة الخام يبقى يقولها تاني علل يجب إضافة مادة مختزرة أو نقول يجب إضافة بيس الفيتو سوديوم عند إجراء عمائية الغالي ليه لأنه يتفاعل مع أكسجين الهواء الجوي يحوله إلى مية حتى لا يؤثر على متانة الخام حيث أن أكسجين الهواء الجوي مع الغليان يؤثر على متانة الخام رقم 2 تتم عمية الغالي الغير مستمر لمدة 8-12 ساعة بعد إجراء العملية يتم تصفية المحلول عن درجة حرارة تقل عن 95 درجة مقوية ليه؟ لأننا لو أقللت درجة الحرارة أكتر من كده بتبتدي الشوائب الموجودة ومترقامة وبعيدة عن سطح الأماش تبتدي ترجع تلتصف به الأماش مرة تانية أنا لو عملت عمية تصفية للمحلول عن درجة حرارة أقل من 95 درجة مقوية الشوائب الموجودة ومبعيدة عن سطح الأماش تبتدي إن هي ترجع وتلتصف بسطح الأماش مرة تانية بقى أنا ما عملت العملية ده هين ولا كأني عملتها عشان خطب كده يجب تصفية المحلول عن درجة حرارة ما تقللش عن 95 درجة مقوية ليه؟ حتى لا تلتصف الشوائب والقذورات مرة أخرى بالأقمشة تمام كده؟ يبقى احنا كده اتكلمنا على عمية الغالي وعرفنا إن عمية الغالي بتاعتي بتتم إزاي؟ وعندي نوعين من الغالي الغالي باستخدام بالطريقة المستمرة وبالطريقة الغير مستمرة بالطريقة المستمرة اللي هي مراجل الأفقية والرأسية وطريقة الغير مستمرة مراجل الأفقية والرأسية وبالطريقة المستمرة باستخدام مراجل إي بيتس وبينز أو مكينة فارب لوك أو مكينة كيلين فيفر عندي بعد كده بقى ايه كده القماش بتاعي بقى خلاص انا اتخلصت من الشوائب اتخلصت من الوبرة اتخلصت من مواد النشوية اتخلصت من الدهون اتخلصت من القزرات والاتربة بقى القماش بتاعي كده هيصلح ان انا اعمل عليه العمليات بقى بعمل ايه اول حاجة اعمل عملية الطبيط لو انا عايز القماش ابيض بعمل عملية الطبيط العملية اللي بعد كده اسمها عملية الطبيط الغرب منها ايه هو اكساب الخامات القطنية بياضا ناصعا لا يزول بمرور الوقت بياضا ناصعا لا يزول بمرور الوقت القماش بيبقى جاييني لونه كريمي انا عشان هتخلص من اللون ده هو عشان خاطر اما يجي اعمل عملية صباغة لالوان فتحة او اي حاجة اللون ده ميقصر ليش على لونه صباغة يبقى الغرب من عملية التبييد هو اكساب الخامات بياضا ناصعا لا يزول بمرور الوقت هستخدمه كقماش ان انا هصبغه فيما بعد يبقى بدخله على عملية الصباغ. طيب لو انا هصبغ الوان غمقة لا يفضل اجراء عملية الطبيعية هصبغ اسود هصبغ بوني هصبغ كحي الوان الغمقة لا يفضل اجراء عملية الطبيعية هيبقى تكليفة على الفاض لان كده كده الوان الغمقة بتطفي مش هتتأثر باللون الكريمي يبقى عملية الطبيعية دي بتجرى للاقمشة اللي انا عايزها بيضاء او هتصبح بألوان فتحة الألوان الغمئة سواء كحلي بني اسود زيتي الألوان ده هي ما يفضلش اجراء عملية الطبيض للأخمشة يبقى هي تكلفة مادية ملهاش لازمة يبقى الغلب من عملية الطبيض نقوله مع بعض هو اكساب الخمات بياضة ناصعة لا يزول بمرور الوقت طيب عندي هنتكلم على طبيض القطن وهنتكلم على طبيض الصوف طيب قبل ما اخش بقى في عملية الطبيض ايه هي المواد اللي بستخدمها في عملية الطبيض عندي نوعين من المواد عندي مواد مختزلة وعندي مواد مؤكسدة المواد اللي بتستخدم في عملية الطبيض عندي نوعين هم نوعين مواد مؤكسدة ومواد مختزلة مواد مختزلة زي ما درسنا عندي عيد سلفيتو سوديوم عندي سلفيتو سوديوم عندي بي سلفيتو سوديوم او اي مواد تحتوي على ثاني اكسيد الكابريت اي مواد تحتوي على ثاني اكسيد الكابريت ده بالنسبة لايه للمواد المختزة طيب اخش على المواد المؤكسدة عندي نوعين من المواد عندي مركبات كلور وعندي مركبات اكسوجين مركبات كلور يعني كلور هو المادة الفعالة اللي بتقوم لي بعملية الطبيط زي هي بكلوريت السوديوم كلوريت السوديوم كلورات السوديوم هي بكلوريت السوديوم كلوريت السوديوم كلورات السوديوم طيب دي مراكبات الكولور يبقى المادة اللي بيقوم لي بعمية التبيض هنا ايه عنصر او زرة الكولور طيب مراكبات اكسوجين يبقى اللي بيقوم لي بعمية التبيض الاكسوجين زي مادة اسمها فوق اكسيد الهايدروجين اللي هو اسمها في الصناع ماء الاكسوجين هنتكلم اول حاجة على التبيض باستخدام هيبوكوليتو السوديوم للاقمشة القطنية نتكلم على التبيض للاقمشة القطنية اول حاجة هنتكلم على الطبيب باستخدام هايبوكوريتو السوديو أغمر القماش في محلول بيحتوي أعلى من 1-3 جرام على اللتر هايبوكوريتو السوديو وازمط الأسر الهيدروجيني 11 وازمط الأسر الهيدروجيني 11 عند درجة حياة الغرفة مرفعش درجة الحرارة وخزن القماش من ساعتين لأربع ساعات وعمل عمية غسيل متكرر ساعتين لأربع ساعات عشان خاطر أوصل لدرجة البياط المطلوبة عندي بقى في مشاكل بتحصلي أما بستخدم مواد فيها مركبات كلور إحنا قلنا أنه بستخدم عن درجة قصة هيدروجيني 11 لو أنا استخدمت عن درجة قصة هيدروجيني 7 متعادل الكلور عندي بيجري بسرعة يهاجم الخامة يجري بسرعة الكلور بيهاجم الخامة ماشي؟ بيأثر على متانة الخامة يبقى أول حاجة دول القصة الهيدروجيني لو أنا استخدمت عن درجة القصة الهيدروجيني 7 يعني وسط متعادل بيجري كلور بسرعة بيحزر ارتباط بالخامة سريع جدا وده بيأثر على متانة الخامة لو استخدمت وسط حامدي قوي وسط الحامدي قوي اللي هو من أول واحد ضغطة اثنين ونص بيأثر على متانة الخامة لأن الحامدي قوي بيأثر على متانة الخطمشة القطنية لو استخدمت وسط قلوي قوي برضو ده بيأثر السودة القوي المادة الطبيب بتاعتي أو كلور بيبطل النشاط بتاعه بيطل النشاط بتاعه عن درجة قصة هيدروجيني 11 دي الدرجة المثالية من 9 ل11 يعني وسط قلوي متوسط ليه؟ الكلور عبال ما يبتدي ان هو يتحرك ويبتدي ان هو يمشي عشان خاطر يبتدي يتفاعل مع مادة الطبيدة او اللون الموجود ده هو ويختوي اكسد اللون ده هو بياخد وقته لو حصل له هجوم سريع ده بيأثر على متانة القماش طيب احنا اتكلمنا على الوسط الحمدي قوي والقلوي قوي طيب الوسط الضعيف الحمدي الضعيف او متوسط ما بيأثرش على متانات الخامة ممكن يحصل فيها بس يفضل دايما يجي لي سؤال يقول لي علل يفضل اجراء العمليات كل عمليات الاقمشة القطنية في وسط قلوي متوسط ليه؟ لان الاقمشة القطنية لا تتأثر او الخامات القطنية لا تتأثر بوسط القلوي متوسط بينما الوسط الحمدي يؤثر على متانة الخامة برفع درجة الحرارة طيب يبقى احنا كده عرفنا دور القسر الهيدروجين طيب درجة الحرارة درجة الحرارة بتزيد من نشاط الكولور درجة الحرارة بتزيد من نشاط الكولور فانا بزود النشاط بتاعها يبقى انا بخليها تجري بسرعة ترتبط بالقماش لو جري بسرعة ترتبط بالقماش اثر على متانة القماش انا عايز عمية الغمر تتم في الوقت المزبوط بتاعها عشان خاطر يحصل على خامة درجة المتانة بتاعتها عاملة مش بتأثرة درجة المتانة بتاعتها مزبوطة ما حصلش فيها خلل في المتانة بتاعتها او يحصل تلف في بعض الأجزاء بتاعتها عشان خاطب كده لازم ما يجي أعمل عملية الطبيت للأقمشة القطنية بعمل الطبيت في وسط قلوي متوسط من 9 على 11 باستخدام كربونات سوديوم باستخدام كربونات سوديوم مع مادة الطبيب بتاعتي اللي هي هيبوكولوريت سوديوم وارفعش درجة الحرارة لان رفع درجة الحرارة بيزيب من نشاط القلور وده بيؤثر على متانة الخامة بعد ما خلص اعمل عملية غسيل متكرر العوامل بتؤثر على الطبيب بهايبوكولوريت سوديوم احنا قلنا حاجة اول حاجة زبط الأستر الهيدروجيني ما يقلش عن 11 عدم رفع درجة الحرارة اثناء التخزين يجي بعدم جفاف الأقمشة لان لو الأقمشة بتاعتها حصل لها جفاف اثناء التخزين بيحصل لها ايه تركيز الكولور بيزيد ولو تركيز الكولور زاد هيحصل له هيتحول ل الحامدة هيدروجينيك وده يؤثر على متانة الخامة تاني طريقة عندي تبييض القط باستخدام فوق أكسيدرهايدروجين فوق أكسيدرهايدروجين ده هو هو ده اللي بيستخدم في المصانع عموما اللي هي اسمه ماء الأكسوجين بغم رقماش في محلول بيحتوي على واحد لعشر جرام على لتر ماء أكسوجين وأسبب درجة الأسرة الهيدروجيني حداشر وأحط معاها سيليكات السودين السودين يجي لي يقول لي سؤال عن ال يجب إضافة السليكات السودين عند إجراء عمية قبيل بماء الأكسوجين لأن السليكات السودين بتثبت تفكك أكسوجين ماء الأكسوجين بيتفكك في المحلول أو ما يتضوف في الماء بتفكك بتتحول إلى má ماء الأكسوجين ربزжها H2 بتيجي تتفكك ماشي فيه ما تتضوف المية وتتحول زاد اكسوجين ناشط اكسوجين ده هو اللي بيقوم لي بعملية الطبيب الاكسوجين ده هو اللي بيقوم لي بعملية الطبيب طيب انا عشان خاطر المية كلها او مية الاكسوجين كلها ما يحصل لهاش تفكك وتبوز مني بحط سيليكات السوديوم لانها بتنظم تفكك ماء الاكسوجين على حسب الاحتياج بتبتدي ان هي تبتدي ان هي تفكك ماء الاكسوجين يعني هي الغرب منها تنظيم تفكك ماء الأكسوجين او تساعد على تسبيت تفكك ماء الأكسوجين مش كله يتفكك مرة واحدة يتفكك بالتدريج ماشي اصبت درجة الخرارة عند 95 درجة موية ويستمر لمدة 60 دقيقة بعدين اعمل عباية غسيل متكر يبقى كده اتكلمنا على تبييض القطن بهيب بكلية السوديو مركبات القلور ومركبات الأكسوجين احنا قلنا ان الوسط الحامدي القلوي او المواد المختزلة لا تصلح لطبييض الأخمشة القطنية تاني عملية عندي يبقى تكلمنا كده عن طبييض قدنه وخلصناه يبقى ننكلم على طبييض الصوف طبييض الصوف بيستخدم في المواد المختزلة المواد المختزلة بتحتوي على ايه؟ على ثاني اكسيدي الكابريت طبعا احنا عارفين ان الصوف بيبقى لونه كريمي شوية ماشي بيبقى او لونه مسفر شوية نتيجة على حسب نوع المرعة او نوع الغنم اللي احنا وغدين منه الصوف بتاعي شعارات الصوف بتاعتي طبييض الصوف اول طريقة عندي بيستخدام ثاني اكسيدي الكابريت بيجيب بقى دي طريقة خاصة دي طريقة خاصة نركز فيها شوية يعني ايه ثاني اكسيدي الكابريت يعني انا بعمله عملية اختزال بغاز اختزال بغاز ماشي بيحصل ايه؟ باختصار انا بجيب الخيوط بتاعتي بعلقها على الشلل بحامله بعلق عليه الخيوط بتاعتي او الشلل بتاعتي ودخله جوه حجرة واقفل الحجرة بتاعتي الحجرة دي بقى فيها مروحة وفيها مدخنة من فوق مروحة ومدخنة من فوق وفيه في جنب الحجرة جدا فيه فتحة بيخش لي منها غاز ثاني اكسيدي الكابريت طيب الخيوط بتاعتي بحطها نشفى من المبلولة لا بتكون مبللة الخيوط بتاعتي بتكون مبلولة يعني بعملها غمر في مية وروح معلقها على حامل الشلل واحد ادخلها جوه الحجرة بتاعتي الحجرة اللي فيها ايه اللي فيها فتحة مدخنة من فوق وفيها فتحة فيها مراوحة وفي عندي فتحة في الجنب كده بيخشني منها غاز ثاني اكسيد الكابريت طيب نقولها بقى بتتحصل ازاي العملية تعلق الشلل الشلل الصوف المبللة على حامل من الخشب داخل حجرة الطبيب التي بها فتحة لدخول غاز ثاني اكسيد الكابريت ومزودة مروحة ومدخنة بغرق المدخنة بقفل المدخنة بتاعتي واحرق الكابريت في فرن جنب الحجرة دي جنب الحجرة دي في فرن بحرق في الكابريت ايه اللي بيحصل بقى من الغاز اللي بيطلع بيدخل الغاز من فتحة الغرفة الفتحة المجبودة جنب الغرفة في جنب الغرفة ويمر على الشلل المبللة تعرض الغاز لمدة 12 ساعة بيتعرض الشلل بتاعتي دي للغاز لمدة 12 ساعة افتح المدخنة يبتدي وابتدي اشغل المروحة تبترد دي كل الغاز وترد دي كل الهواء اللي موجود اعمل عمية غسيل وتصبين وشطف مرحوظة تتم عمية الطبيب بزوبان الغاز في الماء في الماء المبلل للشلل عشان خاطب كده لازم الشلل بتاعتك يكون مبللة علل يجب بلد الشلل الصوفية عند اجراء عمية الطبيب باستخدام ثاني اكسيد الكابريد لان الماء دهيا بتتفاعل مع ثاني اكسيد الكابريد وتبتدي تتحول الى حامل الكابريديك والهيدروجين الهيدروجين ده هو اللي بيأملي بعملية الاختزال الهيدروجين ده هو اللي بيأملي بعملية الاختزال باختصار كده ادي الحجرة بتاعتي الحجرة دي فيها مدخنة وفيها مراوح وفيه فتحة في رغوة الحجرة هير انا علقت الخيوط بتاعتي او الشلل بتاعتي المبلولة على حامل الشلل في الغرفة وفي غرفة جنبها كده هو بحرق فيها الكابريت الكابريت بتاعي بيبتدي ان هو يخش لي ثاني اكسيد الكابريت من الفتحة الموجودة في الغرفة دخلتلي من الفتحة الموجودة دهيا بيبتدي ان بيخش بتغرغل داخل الشلل دهيا ويتفاعل ثاني اكسيد الكابريت مع الميا الموجودة على الشلل ويتحكويني حامض الكابريتيك ويتكوني الهايدروجين النشط اللي بيقوم لي بعملية الطبيط اللي بيقوم لي بعملية الطبيط وبعدين أعمل عملية غسيل متكرر أعمل عملية غسيل متكرر ده الطبيب باستخدام إيه سيني أكسيد الكابريت هي طريقة معقدة شوية بس وبتاخد وقت بس بتستعدم في المصانع يعني بعض المصانع تاني طريقة عندي الطبيب باستخدام هيدرو سورفيتو سوديو هيدرو سورفيتو سوديو ما جيب الشرع البتاعتي بنأحف محلول بيحتوي على 5-10% هيدرو سورفيتو سوديو وخزي الرماش بتاعي الموضة 12 ساعة ده كله على البارد ما برفعش درجة الحرارة وبعدين أعمل عملية غسيل وتازبين متكرر طيب هيدرو سورفيتو سوديو بيعمل إيه يزوب في المياه ويتحول إلى حمد الكابريتوز المختزل هو سورفيتو سوديو اللي بيقوم لي حمد الكابريتوز ده اللي بيقوم لي بعملية إيه الطبيب حمد الكابريتوز ده هو اللي بيقوم لي بعملية الطبيب يبقى باستخدام هيدرو سورفيتو سوديو بغم العماش محلول في هيدروسوفيتوسوديوم ماشي واخزينه لمدة 12 ساعة عن درجة حرارة الغرفة وبعد كده بيحصل ايه بيحصل من هو بيتحول هيدروسوفيتوسوديوم ده بيضوف المياه بيتحول الى حامد الكابلتوز والمختزل وسلفيتوسوديوم حامد الكابلتوز ده هو اللي بيبتدي ان هو يختزلي اللون الموجودة على سطح العماش اللون الموجود على سطح العماش عندي طبيعي طبيعي السوب باستخدام فوق أكسيد الهيدروجين يبقى احنا كده هو ممكن بقى بعد ما نخلص ده هيا نعمل ايه نعمل مقارنة ما بين طبيعيض السوب بفوق اكسيد الهيدروجين وما بين طبيعيض القطن بفوق اكسيد الهيدروجين يبقى ده الواجب بتاعنا هنعمل مقارنة ما بين الاتنين بغمر القماش في محلول فيه في محلول فيه اتنين جرام على الليتر ميت اكسوجين وحط معها امونيا وحط معها هيكسا ميتا في فوسفاتات السوديوم عن درجة حرارة اربعين لخمسين درجة مقوية لمدة اتناشر ساعة بعدين اعمل عمية غسيل متكرر يبقى المطلوب مننا ايه بقى? يبقى احنا كده خلصنا عمية الطبيعيض السوف وخلصنا طبيعيض القطن يبقى مطلوب مننا احنا نعمل مقارنة بين طبيعيض القطن بفوق اكسيد الهيدروجين وطبيعيض السوف بفوق اكسيد الهيدروجين نعرف دي طريقتها عاملة ازاي وهنا طريقة ايه? نعرف اه هنا بستخدم وسط حميدي ولا قلوي هنا وسط حميدي ولا قلوي الهيدروجين بيقصر ولا بيقصرش درجة الحرارة تأثر ولا ما بتقصرش يبقى احنا كده خدنا ايه بقى النهاردة ياولاد? خدنا بقى فحص الأقمشة وخدنا توصيل الاسواب دي عملية مهمة توصيل الاسواب عشان خاطر احصر على اعرف اعمل عملية التحضيرية بتاعتي بدون توقف وخدنا عندي عملية الغلي وعملية ازالة مواد البوش وعملية الطبيعيض بعد من خلص كل العمليات دهيا بخش بقى يا اما القماش عايزه ابيض يبقى كده خلاص خلصت عندي يا اما القماش عايزه مصبوبة دخلوا على عمليات الصباغ طب عايزه ابيض بس كده لا ممكن بقى عمله عملية تحرير عملية التحرير دي الغرب منها ايه? ان انا بخلي القماش لونه شكله زي شكل حرير شكله زي شكل حرير الطبيعي تمام? اتمنى ان تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة وإلى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة